اهلا بكم الى نشطة ظاهرة من طنجة والبداية بابرز العنوين طائرات امريكية تقصف مواقع لتنظيم الدولة الاسلامية قرب العاصمة العراقية بغداد يوما واحدا بعد مؤتمر باريس الذي دعا لدعم الحكومة في مواجهة داعش مجلس الامن الدولي يبحث انتشار مرض ايبولا في العالم في جسد طارئة واوباما يعلن خطته اليوم لمواجهة المرض مشاكل البنيات الطرقية بعدد من المدن معاناة سكان مشرع بالقصير اليومية في التنقل بعد انهيار قنطرة حيوية على وادي سبو اهلا بكم من جديد قالت القيادة الوسطى للجيش الامريكي انها وجهت ضربة جوية استهدفت موقع لتنظيم الدولة الارهابي بجنوب غرب بغداد ويأتي الهجوم تنفيذا لأوامر الرئيس الامريكي باراك اوباما وقالت القيادة الوسطى في بيان لها ان الضربة الجوية هاته هي الاولى التي تشن في اطار ضرب داعش مع مواصلة القوات العراقية حملتها الهجومية هذا وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قد قال امس ان الحرب على تنظيم الدولة الاسلامية سيستغرق وقتا وان ان انجاح هذه الحرب يستلزم عملية شاملة اذا كنا نريد خوض حرب فعالة ضد هؤلاء الارهابيين ما سيستغرق وقتا فالعملية على المدى البعيد اذا كنا نريد ذلك ينبغي ان تكون العملية شاملة كثيرون الاحوا هذا الصباح على اهمية تجفيف منابع تمويل هذه المجموعة الارهابية وبالمناسبة سينظم قريبا مؤتمر في هذا الاطار بمبادرة من زملائنا في البحرين في هذا الاتجاه ايضا ينبغي ايقاف دفق المقاتلين الذين يأتون من مجموعة من بلدان العالم وقد ذكرنا عدد 51 بلدا ينبغي العمل على وقف امكانية ارسال مقاتلين منها لاذكاء المعارك على الارض وفي سياق متصل ينظم المغرب والاتحاد الاوروبي اليوم بالرباط اجتماعا غير رسمي حول المقاتلين الاجانب في سوريا هو الثاني من نوعه بعد الاجتماع الذي احتضنته بريكسل في فبراير الماضي ويعرف اجتماع الرباط الذي يترأسه كل من الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون ومنسق الاتحاد الاوروبي في محاربة الارهاب يعرف مشاركة عدد من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي ودول عربية اضافة الى تركيا نتحول الى مصر حيث لقي ستة من عناصر الشرطة مصرعهم واصيب اثنان اخران في حادث انفجار عبوة ناسفة اليوم بشمال شبه جزيرة سيناء المصرية مصدر امني قال ان انفجار العبوة وقع اثنان مرور قوة مشتركة من مدرعات القوات المسلحة والشرطة بالطريق الرابطة بين مدينتي رفح والعريش بشمال سيناء واضاف ان الاجهزة الامنية قامت بتطويق منطقة الحادث للتأكد من عدم وجود اية عبوات اخرى يعقد مجلس الامن الدولي اجتماعا طارئا بعد غد الخميس لمناقشة انتشار فيروس ابولا في غرب افريقيا هذا واعلنت السفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة التي تترأس الجلسة خلال هذا الشهر اعلنت انها تأمل في ان يفضي هذا الاجتماع الى التزامات ملموسة لمكافحة الوباء هذا وتعتزم واشنطن ارسال 3000 جندي لمكافحة ابولا بغرب افريقيا وستنشئ مراكز قيادة في العاصمة الليبرية لتنسيق جهود التصدي للمرض وفي هذا الصدد قال البيت الابيض ان الرئيش الامريكي باراك اوباما سوف يعلن عن خطته لمكافحة ابولا اليوم والتي من المتوقع ان تتضمن بناء 17 مركزا للعلاج وتدريب الاف العاملين في قطاع الصحة في الاثناء ذكرت منظمة الصحة العالمية ان التفشي الحالي لفيروس ابولا هو الاسوأ في تاريخها حيث تسبب في مقتل 2400 شخص واصابة نحو 5000 اخرين هذا وكانت المنظمة قد اشارت الا ان مكافحة فيروس ابولا تحتاج الى 600 مليون دولار على الاقل وحذرت من ان الاصابة قد تطال عشرين الف اخرين قبل السيطرة عليها المزيد في تقرير مريم اتسوري مرض ابولا الذي تفشى في البداية في جويكودو في غينيا سرعان منتشر في بعض دول غرب افريقيا ليصل الى سيراليون وليبيريا ونيجيريا تفشي هذا الداء وبهذه السرعة المقلقة دفع بمنظمة الصحة العالمية لتعلن انه الاسوأ في تاريخها على الاطلاق فقد تسبب في مقتل نحو 2400 شخص واصابة اكثر من 5000 اخرين احصائيات منظمة الصحة العالمية اظهرت ان 40% من جميع حالات الوفيات حدثت خلال الثلاثة اسابيع التي سبقت الثالثة من شتنبر الجري كما حذرت من ان هذه الزيادة تنظر بخطر انتشار المرض دوليا هذه المخاطر تتمثل في احتمال انتقال حالة من هذه الحالات الى دول القارتين الاوروبية والامريكية غير ان هذه البلدان تقول المنظمة لديها الامكانات التي تحول دون انتشار حالة واحدة في محاولة للسيطرة على هذا الداء القاتل يبذل العاملون في حقل الرعاية الصحية قصار جهدهم لمواجهته الا ان بعضهم فقد حياته بسبب العدوى بعد تهديد الذي يشكله ايبولا تعهدت الحكومة الامريكية بتقديم نحو 100 مليون دولار لمعالجة هذا التفشي من خلال توفير معدات حماية لموظفي الرعاية الصحية ومواد غذائية ومياه ومعدات طبية كما من المنتظر ان يطلب الرئيس الامريكي باراك اوباما من الكونغرس اكثر من 88 مليون دولار اضافية لتمويل خطته لمواجهة الداء غير ان منظمة الصحة العالمية تقول ان مكافحة ايبولا تحتاج الى 600 مليون دولار على الاقل حتى تتم السيطرة عليه في غدون 6 الى 9 اشهر من جانبها بادرت شركة الخطوط الملكية المغربية امس الى تأمين رحلة خاصة لشحن 15 طن من المساعدات الانسانية الدولية لليبيريا هذه الرحلة جاءت لتعزيز باقي الرحلات المنتظمة الخاصة بالمسافرين والتي نقلت منذ بداية شهر شتنبر ايلول الحالي ما يعادل 30 طن من الاعانات الانسانية لكل من ليبيريا وسيرليون وغينيا كوناكري الاكثر تضررا من وباء ايبولا وتعتبر هذه الخطوة استجابة للنداء الذي اطلقته المنظمات العالمية خاصة منظمة الامم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية المزيد في تقرير نجاة بوتفسوت مساعدات انسانية دولية مهمة لفائدة ليبيريا من مطال محمد الخامس بالدار البيضاء امنت شركة الخطوط الملكية المغربية رحلة خاصة نحو مونروفيا محملة ب15 طن من المساعدات 8 اطنان من الادوية والمحدات الوقائية و7 اطنان من المواد الغذائية جاءت هذه الرحلة لتحزيز باقي الرحلات المنتظمة الخاصة بالمسافرين والتي تم حبرها منذ بداية شهر شتنبر الحالي نقل كمية مهمة من المساعدات لكل من ليبيريا وسيرليون وغينيا كوناكري البلدان الاكثر تضررا من وباء ايبولا قدرنا رحلة خاصة هذا الشحن لهذه المساعدات بحيث دابا وصلنا لتقريبا 30 طن منذ اوائل شهر شتنبر عبر رحلات المسافرين وإلى زنها هذه الرحلة الخاصة زنها 15 طن اخرى من المساعدات الادوية والمواد الغذائية تأتي هذه المساعدات في الوقت الذي توقفت فيه الحديد من شركة النقل الجوية الدولية عن تأمين الرحلات الجوية من وإلى ليبيريا وسيرليون وغينيا بسبب تفشي إيبولا وتعد خطوة الخطوط الملكية المغربية بمثابة استشابة للنداء الذي أطلقته المنظمة العالمية لتقديم يد العون للبلدان المتضررة في غرب إفريقيا وخاصة ليبيريا كتدامن في إطار تدامن المملكة المغربية على العموم مع هذه الدول الشقيقة ثانيا تأتي لتلبية النداء الذي أطلقته المنظمات العالمية خاصة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية التي نشدت كل شركة طيران لإبقاء هذه الرحلات لكون هذه الرحلات هي الوسيلة الوحيدة لفك العزلة عن هذه الدول خاصة أن هذه الدول تعاني من حصار بسبب إغلاق جميع الدول المجاورة لحدودها الخطوط الملكية المغربية تؤمن أسبوعيا ثلاث رحلات منتظمة نحو لبيريا وأربح رحلات نحو سيرليون وسبح رحلات نحو غينيا كوناكري كشف تقرير صادر عن الأم المتحدة اليوم أن واحدا من كل تسعة أشخاص في العالم أي ما يعادل ثمانمائة وخمسة ملايين نسمة في المجموع يعانون الجوع غير أن تقرير حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم 2014 كشف في المقابل عن اتجاه إيجابي لانكماشي عدد الجياع على الصعيد العالمي الشامل بأكثر من مئة مليون شخص في غضون العقد المنصرم وبما يتجاوز مئتي مليون منذ الفترة 1990 و1992 يذكر أن هذه الدراسة الرئيسية تصدر بشراكتين وبصفتين سنوية منتظمة بين كل من منظمة الأم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو والصندوق النقد للتنمية الزراعية وبرنامج الغذاء العالمي أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن مئات من المهاجرين فقدوا بعد غرق قاربهم قبالة سواحل مالطا في حادث يعد الأسوأ من نوعه خلال السنوات الأخيرة ونقلت الهيئة الحكومية الدولية التي يوجد مقرها بجنيف عن شهود عيان فلسطينيين أن الأمر يتعلق بفقدان حوالي 500 مهاجر في حادث غرق سفينة الأسبوع الماضي وأن المهربين تسببوا عمدا في غرق القارب الذي كان يقل مهاجرين سوريين وفلسطينيين ومصريين وسودانيين هذا وتعتبر ليبيا نقطة العبور من إفريقيا إلى أوروبا لمئات الآلاف من الأفارقة الساعين إلى الهجرة غير الشرعية وغالبا ما يستقلون زوارقة وسفن متهالكة غير قادرة على مواجهة الأمواج أصلا ما يؤدي إلى غرقها في أغلب الأحيان التفاصيل مع هاجر عابد على مرض عشر سنوات الأخيرة شهد العالم حالة وصفت بالأبشع في تاريخ الهجرة السرية أضخم حركة هجرة في العالم منذ ثلاثة عقود حوادث غرق أودت بحياة الآلاف المنظمة العالمية للهجرة كانت قد صرحت أن ما يناهز خمسمائة مهاجر سري قد فقدوا خلال هذا الأسبوع رقم ينضف إلى لائحة طويلة فخلال هذه السنة كانت الحصيلة ثقيلة ففي الثاني والعشرين من غشت الماضي لقي ثلاثمائة وسبعين مهاجرا سريا قدموا من دول إفريقيا جنوب الصحراء حتفهم على سواحل ترابلس في محاولة منهم للوصول إلى السواحل الإيطالية أما سنة 2013 فقد كانت شاهدة على حوادث غرق أودت بحياة ما يفوق عن خمسمائة مهاجر غير شرعي وذلك على سواحل جزيرة لامتدوزا الإيطالية أو كما يسمونها بجزيرة الأمل أرض شاهدة على مآسي ومعاناة العديد من المهاجرين السريين مهاجرون اختلفت جنسيتهم بين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء ودول المغرب العربي لينضم إليهم النازحون السوريون الذين لم يعد الموت خيارا بالنسبة لهم ففي بلادهم يقتلون بالقصف وفي رحلة نزوحهم يموتون بالجوع والأمل هنا في ركوب الخطر والفرار عبر البحر إلى جزيرة لامتدوزا مواجهين الموت بالموت سنة 2011 استمر مسلسل الهجرة السرية وقوارب الموت بحصد أرواح مئة المهاجرين السريين بين السواحل الليبية والتونسية والإيطالية لإطال فضامياه البحر جثثا تدفن بمقابر تحت أرقام بالسواحل الأندونسية هذه المرة حيث شد مهاجرون أفغان وإيرانيون الرحل باتجاه أرض الأحلام أستراليا ليوقف الموت مغمرتهم بعرض البحر والحاصلة موت بالمئات وإنقاذ العشرات قالت السلطات الإدارية في مدينة دونتسيك التي يسيثر عليها المتمردون في شرق أوكرانيا قالت إن ستة أشخاص قتلوا في قصفين على المدينة هذا الحادث يهدد بنسف اتفاق وقف إطلاق النار الهاش بين القوات الحكومية والانفصاليين المدعومين من روسيا التفاصيل مع إيمان الهلالي اتفاق وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا كشف عن حجم ضمار هائل لحقا بالمدن والقرى في مناطق النزاع شملت مدينة لهانسك أهم معاقل الانفصاليين بعد اشتباكات عنيفة مع المسلحين الموالين لروسيا منذ منتصف الشهر الماضي انتهت بتراجع قوات كييف تحولت لهانسك إلى مدينة منكوبة بخسائر مادية جسيمة لم يسلم منها حتى المطار ودفعت بسكان إلى الفرار بعيد سيطرة الانفصاليين وتحمل السلطة الأوكرانية مسؤولية الدمار للانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الروسية التي كانت تقصف محيط المنطقة بصوارخ وقذائف مدفعية بهدف إخراج القوات الأوكرانية وفي دونتك بدت عملية السلام مهددة بشكل كبير غدات يوم كان الأكثر دموية منذ إعلان إطلاق النار الهش الذي يتبادل الجيش الأوكراني والانفصاليون الموالون لروسيا لاتهامات بخرقها ستة مدنيين على الأقل قتلوا في القصف على دونتك أول من أمس بحسب ما أعلنته السلطات المحلية ومراقب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ويأتي سقوط هؤلاء الضحايا في النزاع الذي أوقع أكثر من 2700 قتيل خلال خمسة أشهر بحسب الأمم المتحدة فيما اجتمع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وروسيا في باريس لبحث الأزمة الأوكرانية على هامش المؤتمر الدولي حول أمن العراق كما ومن المقرر أن ترسل الولايات المتحدة نحو 200 جندي في انتشار هو الأول من نوعه منذ اندلاع تمرد الموال لروسيا في شرق أوكرانيا في أبريل الماضي أعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع اليوم بالقرب من السفارة الأمريكية شديدة التحصين مصادر محلية أكدت مقتل ثلاثة من جنود قوة المعاونة الأمنية الدولية التي يقودها حلف شبال أطلسي في أفغانستان في انفجار سيارة ملغومة قرب السفارة الأمريكية في العاصمة كابل في أسوأ هجوم على القوات الدولية في العاصمة الأفغانية منذ شهور نختم من المغرب حيث يضطر مستعملو الطريق بجماعة مشعب القصير إلى قطع مسافات طويلة جراء انهيار قنطرة كانت تربط المدينة بالجماعات القروية المجاورة وفي الوقت الذي لا تزال فيه أسباب الانهيار غير واضحة يطالب الفاعلون المحليون بالإسراع بإعادة بناء هذه المنشأة الحيوية نتابع التفاصيل في ريبورتاج عزيز فتحي وحياة زياني كان لهؤلاء الصبيات أن يوفروا كثيرا من الوقت والجهد لو تقلصت مسافة طريقهم إلى حجرات الدراسة تحت أنقاض هذا الجسر قضى شخصان في مقتبل العمر وجرح ثلاثة عشر آخرون تلك حصيلة انهيار قنطرة مشرع بالقصيري ثلاث سنوات ونصف مدة لم تكفي للإجابة عن أسئلة السلامة الخاصة بالمنشآت العامة في المنطقة لتقتصر قنطرة مشرع بالقصيري على ربط المدينة بجماعة الصفصف القروية بل تتعدى ذلك لتفك العزلة عما يناهز 250 ألف نسمة من سكنة الجماعة المجاورة شيدت القنطرة في منتصف سبعينيات القرن الماضي لكنها هوت بمن عليها لتلتصق بسطح الوادي ومنذ تاريخ الانهيار تقاطعت الدعوات من أجل فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات إختضان المدينة لوحدتين صناعيتين ترتبطان بالنشاط الفلاحي يجعل الطريقة عجب العربات غياب القنطرة خلف الكثير من الاستياء ولسيما في صفوف الفلاحين تحت ضغط الشكايات الموجهة من ساكنة مشرع بالقصيري وجه المجلس البلدي ملتمثا إلى وزارة التجهيز والنقل للتعجيل بإعادة تشييد القنطرة المنهارة شرع مكتب للدراسات في البحث في الموضوع لكن حيثيات الملف لم تتضح بعد مما يجعل إنجاز المشروع مؤجلا إلى تاريخ مجهول بعد قليل تتابعونا الجولة على أهم الصحف العربية والعالمية مع سحر بن سليمان للمزيد من الأخبار زروا موقعنا على الأنترنت من دين تيفي بوانكم تحية طيبة لكم أينما كنتم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة